استكمالاً الحديث اللي بدينا أمس عن ارتفاع ضغط العين اليوم نكلم عن العوائق اللي ممكن تسبب هذا الارتفاع أو الآليات منستعين طبعاً بنفس النموذج هذا النموذج المقطعي للعين ارتفاع ضغط العين ممكن أن يحدث لعدة أسباب بعض الأسباب نادرة أو قليلة وبعض الأسباب أكثر شيئاً بداية من الجسم الزجاجي نفسه هذا هذا ممكن في تحت الظروف يندفع إلى الأمام بحيث أنه يمارس ضغط على الجزء الأمامي للعين بحيث أما أن يغلق جزء منه أو كله أو يدفع بحيث أن يغلق الزوايا اللي من خلالها يتم تسريب السائل في هذا المكان هذا بالنسبة للجسم الزجاجي أيضاً العدسة نفسه العدسة هذه موجودة في هذا المكان أما تحت الظروف معينة أو لشكل معين لها أو وهذا هو الأعب لما تتضخم وتكبر على سبيل المثال لما تتكون المياه البيضاء وتكون متقدمة هذه العدسة ممكن كذلك أن تساهم بحيث أنها تدفع بالجزء هذا إلى الأمام أما يؤدي إلى أغلاق زوايا تسريب السائل من العين بالإضافة إلى أن هذا الجزء هذا الجزء هذه القزحية هذه القزحية ممكن تحت ظروف معينة من أمراض مثل الالتهابات أو نمو أو عي دموية جديدة ممكن أن تنغلق تشريحيا بحيث أنها تكون الزوايا هاي مغلقة بنمو أو عي أو بالتصاقات التهابية وهذا ممكن أن يرفع ضاقة العين أيضا لأسباب خلقية طبيعة العين أسباب خلقية ممكن يكون هذا الجزء الأمامي من العين ضيق أو حرج بحيث أنه في ظروف معينة أما طارئة أو مزمنة ممكن أن يؤدي إلى أن تبقى هذه الزاوية حرجة وليست مثالية لتسريب السائل وهذا أحد أكثر الأسباب التي ممكن تساهم في ضغط العين لكن أكثر سبب أكثر سبب من الأسباب التي تؤدي إلى تبقى ضغط العين هو الإشكال الموجود في القناة التي ذكرناها واللي هي قناة الشلم وهي هيكل موجود 360 درجة في الجزء الأمامي من العين اللي من خلال يتم تسريب أكثر سواء للعين هناك عوائق موجودة في هذا النظام تقلل من تسريب السائل من العين وبالتالي ينتج عنه ارتفاع في ضغط العين طبعاً في نظريات كثيرة تحاول تفسر ما الذي يحدث هنا لكن في المحصلة أن هناك عائق في هذه المنطقة يسبب ارتفاع ضغط العين وهذا السبب هو أكثر الأسباب شيوعاً وهذا يسمى ارتفاع ضغط العين ذو الزاوية المنفرجة في حلقة لاحقة بنتكلم عن هذا الموضوع من ناحية التشخيص المتابعة وجزء من العلاج ترجمة نانسي قنقر